اناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لتدشين منصة بنك المعلومات العقارية عقاري المنصة المنبثقة من خدمات مؤسسة التنظيم العقاري الإلكترونية جاء ذلك في احتفالية اقيمت بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين ورؤساء شركات التطوير العقارية وبهذه المناسبة اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله ان تدشين عقاري بوصفها منصة توفر جميع المعلومات العقارية لكافة المتعاملين في القطاع العقاري يجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الانظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يتماشى واهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جعلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأوضح معالي ان اطلاق منصة عقاري هذا اليوم كخدمة مبتكرة يعكس اسس الحوكم التي يقوم عليها العمل الحكومي ويرتكز على مقويماتها مثل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والتخطيط الاستراتيجية ولفت معاليه الى ان مواكبة المستجدات التي يشهدها القطاع العقاري ليكون متوافقا على الدوام مع معايير افضل الممارسات الدولية المتبعة تستلزم مؤصلة العمل على التحديث والتطوير بهدف الارتقاء بهذا القطاع وحي معاليه رئيس وعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والقائمين على عقاري على جهودهم المبدولة في انجاز هذا المشروع راجيا لمستخدمي المنصة وجميع المتعاملين في القطاع التوفيق ودوام تحقيق النجاحات التي ترسخ من مكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري ومن جانبه اعرب معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن خالص الشكر والامتنان الى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرعاية سموه لحفل تدشين بنصة بنك المعلومات العقارية عقاري كما شكر معالي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالحضور نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأكد معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن مملكة البحرين رائدة في استخدامات التكنولوجيا المتطورة لتقديم الخدمات الحكومية بأحدث المعايير العالمية وذلك تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشار معالي إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة عقاري تعد مرحلة متقدمة من مراحل عملية التحول الرقمية التي يشهدها القطاع وأضاف معالي بأن المنصة هي الأولى من نوعها وتم إنشاؤها لتلبية احتياجات المتعاملين في هذا القطاع وتقديم المعلومات بكل شفافية ودقة بالصورة التي تحسن من نسبة نجاح المشاريع العقارية من جانبه أشار سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن منصة بنك المعلومات العقارية عقاري تقدم تجربة عقارية مميزة تعزز ما وصل إليه القطاع العقاري من مستوى بفضل رؤى جلالة الملك المعظم مشيرا إلى أن عقاري يقدم معلومات دقيقة وموثوقة ومحدثة بطريقة تخدم فئات واسعة من متخذية القرارات في البيئة العقارية لمواصلة السير باتجاه تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري في مملكة البحرين 2021-2024 نحو قطاع عقاري مستدام ومحرك إيجابي للقطاعات الاقتصادية تم الإعلان عن منصة بنك المعلومات العقارية المنبثقة من خدمات مؤسسة التنظيم العقاري الإلكترونية والتي تأتي كجزء من جهود المؤسسة في مسيرة عملية التحول الرقمي وتعد هذه المنصة إحدى الخدمات المبتكرة والعصرية التي تقدمها المؤسسة على أسس الحوكمة التي يرتكز عليها العمل الحكومي في التكامل والتخطيط شرفنا اليوم بحضور معالي الشيخال بن عبدالله الخليفة نابر اسمه سوزراء ومقر نابراء الحفل الذي أطلق فيه بنك المعلومات العقاري بنك المعلومات العقاري دام العمل فيه لمدة أربع سنوات مضت وهذا يأتي من ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري والأحد ركاز هذه الخطة أن يكون لدينا بنك معلومات العقاري يوفر فيه جميع المعاملات لأسواء البيع والشراء ورخص البناء المعلومات التي تعطي المستثمر استفادة كبيرة من المعلومات المتاحة في هذه المنصة والله الحمد اليوم تم تدشينه وهو اليوم يعتبر هذا أول من نوعه في المنطقة وعلى مستوى العالم متقدم جدا ونحن فخورون كل الفخر أنه بني على سواعد وطنية بحرينية تامة وهذا الشيء يعطينا دافع للتقديم المزيد من الانجازات بمملكتنا الحبيبة وتعتبر هذه المنصة إحدى أهم المشروعات الوطنية المركزية الموثوقة التي وظفت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية الحديثة من خلال توفير جميع المعلومات العقارية لكافة المتعاملين في القطاع العقاري الإعلان عن هذه المنصة سوف يعطي السوق دفعة كبيرة ويسهل على المستثمرين ومزاولي المهن العقارية على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأن العقارات الأكثر طلبا وفاعلية في السوق وفق آليات واضحة ومعلومات دقيقة بكل شفافية ودقة ليستمر سوق مملكة البحرين العقاري متوافقا على الدوام مع معايير أفضل المارسات الدولية المتبعة جاء تشين هذا المشروع الوطني المركزي والذي يندرج ضمن أبرز مبادرات المؤسسة لتطوير القطاع العقاري يوفر المعلومات الدقيقة والمحدثة والموثوقة في جميع أرجاء مملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر